السلام عليكم شباب ان شاء الله تكونون بخير اليوم بفضل الله عندنا هذه الحاضنة هذه ثلاثة طابق طبعا بالنسبة للمواصفات والامكانيات سابقا شرحنا عليها وراح نشرحها هسه منها بشكل سريع بس هذه حاضنة ثلاثة طابق بالنسبة للمرفقات مع كل طابق هيتر حاضنة هذا ثلاثة في واحد ثرموستات مرواحة هيتر وإنارة همينة في اعتبال بها في واحد عندك ذاكة قلب من الأشعة حمراء كل الفقاسة كل الرف العفوي يجويا سقايات اثنيا علافات اثنيا اضافة للسقايا التركية الأفلاق من التكبر ويالا مشبت ماتم على أيام التحضين يعني أول أيام للتحضين هذا ينفرش شون ينفرش وينفرش وينفرش هالطريقة شباب تشوفوا شو عيني هذا أول عشر تيام أول اسبوعين وراها أو أول اسبوع كافي إن شاء ترجع على أصلي الحاضنة مثل ما نشوفوها طبعا كاملة السلايدات ما التنظيف كل طابق إلى السلايد الخاص به تمام شباب عندك الهيترات مشتغلة أوتوماتيك عندك هذا بورد ما التحكم عندك ثلاث مرأة واحد كل رف مروحة الخاصة ما الاحتباس كل رف هيتر أشعة هيتر حاضنة كاملة تحكم كل يكون عندك بهذا البورد عندك الهيتر الرئيسي هيتر الحاضنة بكل طابق هذا مربوط مباشر أوتوماتيك يشتغل هنا عندك السويتش مال الهيتر الأشعة الحمراء مروحة احتباس وإنارة كل رف إلى السيستم الخاص به الواير طبعا ما أشيلكم عنه هو الواير واحدة قصة هاي الحاضنة كاملة طبعا بالنسبة للقياسات مالحاضن الستندر الاتثلاث طوابق الارتفاع يكون مالتها 160 تقريبا العرض مالتها متر والنزال 50 طبعا هاي القياسات شوية مختلفة هذا يعني طلب خاص يعني سويته حسب طلب الزبون فهذا شي خاص الستندر ماتي مثل ما قلت لكم متر وستين بمتر بنزال 50 السعر مال هاي الحاضنة كاملة بهاي المواصفات اللي بيها طبعا وياها بعد دبة مال مي دبة أصل رئيسية تغذي السقايات التركية مال كل رف السعر مال هذي الحاضنة 450 ألف أي سؤال أو استفسار تقدرون تركليها بالتعليقات أو ترسلوني على رقم الواتساب شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمتابعة